متى يصاب الأطفال حديث الولادة باليرقان الفيسيولوجي؟ اليرقان عند الأطفال حديث الولادة شائع وغير ضر عال يسبب إصفرار الجلد وبياض العينين المصطلح الطبي لليرقان عند الأطفال هو اليرقان الوليدي يمكن أن يكون إصفرار الجلد أكثر صعوبة في رؤية الجلد للبني أو الأسود قد يكون من الأسهل رؤيته على راحتي اليدين أو باطن القدمين يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لليرقان عند الأطفال حديث الولادة ما يلي البول الأصفر أدات يجب أن يكون بول المولود عديم اللون براس شاحب اللون يجب أن يكون أصفر أو برتقالي عادما تظهر أعراض اليرقان عند الأطفال حديث الولادة بعد يومين من الولادة وتميل إلى التحسن دون علاج بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل حوالي أسبوعين من العمر سيتم فحص طفلك بحثاً عن علامات اليرقان في غضون 72 ساعة من ولادته كجزء من الفحص البدني لحديث الولاد إذا ظهرت على طفلك علامات اليرقان بعد هذا الوقت تحدث إلى ممرض التوليد أو الزائر الصحية أو الطبيب العام في أقرب وقت ممكن للحصول على المشهور على الرغم من أن اليرقان لا يمثل عادة سبباً للقلق فمن المهم تحديد ما إذا كان طفلك بحاجة إلى العلال إذا كانت تراقب اليرقان لدى طفلك في المنزل فمن المهم أيضاً الاتصال بممرض التوليد على الفوء إذا ساءت أعراض طفلك بسرعة أو أصبح متردداً جداً في الرضاعة اشتركوا في القناة